عايزين بقى نقف عند نقطة برضو شايف ان هي ممكن تبقى فيه ناس كتير بتتكلم حتى عنها فكرة الغدة الدرقية لان الغدة الدرقية مسؤولة اما عن زيادة الوزن او عن مقصان الجملة دي مبدئيا صحيحة ده صح طبعا ايه بقى حكاية الغدة الدرقية وامتى نحتاج ان احنا نعمل لها تحليل معينة الغدة الدرقية دي زي ما تقول كده السواق بتاع العربية لو السواق فيه خلل العربية مش هتمش عادة فاحنا هل بناخد الاكل اللي فيه يود هل بنشرب لبن يعني للأسف اكتر من 50% من الناس ما بتشربش كبايتين اللبن اللي هو اكتر مصدر في يود بسببها لبن خالي او كامل ده مش بتفرق بس اليود بيبقى موجود في اللبن ومنتجات اللبن برضو موجود في الاسماك وما شابه الاسماك لمنتجات الاسماك برضو الحاجات اللي برضو مهمة المعادل المهمة السيلينيوم السيلينيوم ده بيبقى موجود في الحوم وموجود في الدواجن وموجود برضو في البكوليات والمكسرات فالمعادل دي مهمة جداً معدنين دوليود والسيلينيوم للغد لما بروح احلل ما بروحش اعمل يعني فحص كامل كده للغد إلا لما ألاقي فيه اعراض يعني لو واحد مثلاً عنده امساك مزمن شعره بيقع شعره خفيف وخشق اه يعني مش مجرد زيادة وزنة او نقصان اه بيبقى دايماً عندهم مش بقول يعني رد الفعل بطيء ده بشوك اللي هو عنده خمول الشعر الكتير اللي بيقع ده ممكن يبقى كده الشعر الكتير اللي بيقع وبيبقى رفيع وخشق اه وحاجة يعني مميزة قوي للحاجب بيبقى اه وصل لحد النص اه اه فالأعراض دي بشوك جداً اللي فيه خمول ببتدي بساعتها بقى بطلب التحليل اللازمة اه والعكس صحيح الجوز في العين الضربات القلب الغير منتظمة الرفع اللي ملوش اي سبب اللي هو بيحصل فجأةً ببتدي اشوك برضو اللي فيه نشاط زايد في الغد الخوف الرفع الرفع المزول في الوزن بدون اي سبب يعني انت بتكمل على اكلك العادي اليومي وبتلاقي نفسك برضو بتخس ودايماً برضو كمان بنسك في السكر يعني كل دي المرمونات مش شغلة صح اه فلازم نبقى واخدين بالنا الغدة ما هياش حاجة سهلة اللي احنا نروح على طول نشخص ده مريض عنده خمول ومش عند اي طبيب لازم طبيب غدة تصموه هي الغدة بتعمل كسل برضو حاجات كده ولا منهاش علاقة الغدة لو فيه خمول اه طبعاً بيعمل كسل عام في اللي من بيبقاش عندك طاقة اللي انت تعملي المجهود اللي كنت بتعمليه وممكن كمان يعمل حالات من يعني طفيفة من الاكتئاب لأ الكتاب ده عند كل مجهود يبقى نش هنيقدر نربطه كأعراض لا بهزة